موسيقى السادسة تماما أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى موجزين لأهم الأنباء أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احتواء أزمة ناصرية وعودة الأمن والأمان وأعلن توجيه لجنة الأمر الديواني 319 بتنفيذ مهامها لتحقيق الاستقرار الأمني والخدمي والاجتماعي في محافظة ذيقار وترتيب لقاء مع ذوي الشهداء للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتخصيص قطع أراضي في المحافظة وتوزيعها على الشرائح المستحقة وحسب الأولويات ودعا إلى تقديم رؤية أو خطة عمل مناسبة تتناول النهوض بالقطاع الخاص وتشغيل الأيد العاملة وتوفير فرص العمل أفد ناشطون مدنيون باغتيال النشط الشاب مصطفى الجابري من قبل مسلحين مجهولين في محافظة ميسان وتدول النشطون في صفحات التواصل الاجتماعي صورا للشهيد الجابري الذي اغتيل داخل سيارته على يد مسلحين مجهولين في منطقة عواشة أفد مصدر أمني بأن مجموعة مسلحة قامت باغتيال الفنان أحمد حكيم ليلة الأربعاء في منطقة الشعلة ببغداد أضاف أن المسلحين هاجموا سيارته عندما كان برفقة أحد أصدقائه وأسفر الهجوم عن استشهاد حكيم على الفور وإصابة مرافقه بشروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى قالت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن جدول أعمال يوم السبت المقبل سيتضمن عددا من القوانين للتصويت عليها أو قراءتها بينها القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات البرلمان بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم مع السفير التركي في العراق فاتح يلدز سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وبين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وأولويات المشاريع التي ستمول القرض الذي تعهدت به الحكومة التركية والبالغ خمسة مليارات دولار دعيا إلى إلاء المشاريع الممولة من القرض اهتماما خاصا كما ناقشا ملف المياه والمستشفات المنفذة من قبل الشركات التركية وأوضح بتال أن الوزارة أعطى طولوية قصوى لإنجازها مؤكدا أن الموعد النهائي للإنجاز سيكون الأول من شهر حزيران من العام المقبل من جانبه أعرب السفير التركي عن جدية حكومته في إنجاز مشريع المستشفيات عدا الموعد النهائي جيد وستتمكن خلاله الشركات التركية إكمال المهمة وتسليم المستشفيات إلى وزارة الصحة كشف عضو اللجنة المالية نيابية جمال كوتشر عن تورط مصارف أجنبية بتهريب العملة الصعبة من العراق وهي مصارف ربحية تستحصل أرباحها من مزاد العملة وقال إن لجنته لديها مشاكل مع البنك المركزي بسبب تعامله مع مصارف تابعة للأحزاب وأضاف أن هناك بعض المصارف تقوم بغسيل الأموال لبعض الدول التي عليها عقوبات مشيرا إلى أن استفادة المصارف المحلية تأتي بمردود للفائدة أو لفائدة الدولة باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية باشرت بإجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الأجنبية وذكر إعلام القضاء أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية استجابت لطلب البنك المركزي وباشرت بإجراء التحقيق بالوثائق والمصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون قال مقرر لجنة التربية النيابية طعما لهيبي إن وزارتي التربية والصحة اتفقتا على عودة أيام الدراسة إلى المدارس بشكل تدريجي بعد مراقبة الوضع الصحي على اعتبار أن يوما واحدا في الأسبوع غير كاف للدراسة وأضاف أن التربية النيابية رفضت تأجيل العام الدراسي الحالي واستغرب الإقبال الكبير على المدارس الأهلية في الوقت الحاضر على الرغم من أن الضوابط التي فرضت الصحة والتربية تشمل الحكومية والأهلية يعاني المواطنون من انتشار الحفر والتكسرات في الشارع الرابط بين منطقتين النجار وحاول كنيسة بأيمن الموصل وما يسببه من صعوبة حركة المرور وصعوبة تنقلهم لقضاء حاجاتهم بسبب كثرة الوحال خصوصا مع هطول الأمطار وترد الطريق السكان طالبوا الجهات المعنية بتعبيد الطرقات وشروع بتنفيذ المشاريع ذات الصبغة الخدمية أشاروا إلى مخطبتهم الحكومة المحلية عدة مرات لكنها لم تستجب لمطالبهم بدعوى عدم توفر التخصيصات المالية متسائلين عن مصير الأموال المرصودة للإعمار والارتقاء بواقع محافظة نينوى ومنها الأربعين مليار دينار التي تلقتها الحكومة المحلية مؤخرا أكد مدير دائرة الدفاع المدني في نينوى العميد حسام الصومي دعي أن كوادر المديرية باشرت بالاستعدادات اللازمة وتهيئت بشكل جيد لموسم الأمطار هذا العام وأضاف أنه تم تجهيز المعدات اللازمة تحسبا لحدوث أي طارئ مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سنوية وتتم بموافق أو وفق قطة مسبقة وأشار إلى أنه تم إطلق تحذيرات إلى مسؤولي الكازينوهات القريبة من نهر ذجلة في الموصل قال وزير بحريني إن بلاده إسرائيل في جبهة موحدة ضد التهديد الإيراني أقل وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد من راشد الزياني للقناة الإسرائيلية الحدية عشر إننا في جبهة موحدة في وجه التهديد الإيراني من أجل البشرية وقيامها وضد كل من تسول له نفسه استهدافها وردا على سؤال حول التعاون مع إسرائيل في الملف الإيراني قال الزياني البحرين تنسق مع دول الصديقة لها في هذه القضية بما في ذلك المجال الأمني بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز آخر المستجدات في البلاد مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيل صالح وعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس النواب في بيان مشترك أن ويليامز وصالح أكداء خلال مكالمة هاتفية على ضرورة الإسراع في الوصول إلى توفق ضمن لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانقسام والمضي قدما في تنظيم الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن مشكلة اليمن ليست أزمة إنسانية فقط مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام في صف الشرعية وتنفيذ اتفاق الرياض كخطوة مهمة في سبيل إنهاء أزمات اليمن وقال الحضرمي أن حل مشكلة اليمن يعتمد على ثلاث مسائل وهي عدم تصوير اليمن كمجرد أزمة إنسانية وإلزام إيران بتغيير سياستها والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وإنهاء الانقسام الداخلي وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وحمل الحضرمي الحوثيين مسؤولية ما يجري في اليمن من حروب ومآس منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل ست سنوات ختام الموجز مشاهدين الكرام شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة